استكرار في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وترجع في أسعار الذهب يصل إلى 900 جنيه وغيرها من التفاصيل حول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وكذلك سعر جرام الذهب في تغطيطنا الاقتصادية الآن ونبدأ مع حضراتكم بأسعار الدولار حيث استكر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأحد 30 يونيو 2023 في معظم البنوك المصرية ففي البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.85 للشراء و30.94 للبيع وجاء أقل سعر الدولار نحو 30.75 للشراء و30.85 للبيع وفي بنوك مصر والأهل المصري والتنمية الصناعية بينما جاء أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 للشراء و30.95 للبيع في مصرفة بغضبية الإسلامي وسجل ثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 للشراء و30.95 للبيع في ميد بنك أيضا بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 للشراء و30.95 للبيع منها بنوك الأهل المتحد الكويت الوطني قطر الوطني الأهلي كيو إم بي وبنوك التجارية الدولية المصري لتنمية تصادرات سي آي بي لوم كريدي أجريكول المشرك الإمارات دبي الوطني أبو ظبي الأول وكان بنجان الأهل المصري وبنك مصر قد طرح شهدات دولار لكل منهما الأولى لأجل ثلاثة سنوات بعائد سنوي سبعة بالمئة بالدولار والثانية لثلاثة سنوات بعائد يسرف طرقهميا بنسبة سبعة وعشرين بالمئة مقدما بالجنيه وذلك ضمن محاولات دعم الموارد الدولارية للبلاد أما عن تعويم الجنيه قال الدكتور محمد عبدالوهابة المحلل الاقتصادي والمستشار المالي أن إجراء تعويم جديد للجنيه في الوقت الحالي غير وارد ولن يقدم جديداً في ظل الاستقرار النسبي الحالي وكذلك سياسة تجديد النقدية التي تتبعها الحكومة والبنك المركزي تجاه الأسعار الفائدة وهو محافظة على استقرار سعر الدولار بشكل كبير سواء في البنوك أو السوق السوداء وتوقع الدكتور محمد عبدالوهابة أن طرح شهدات الدولارية التي ترحى بنك مصر والبنك الأهل المصري بعائد 97% أن تقدم جزءاً من السيولة الدولارية سواء من الداخل أو الخارج ويساهم ذلك في مساعدة الحكومة على استقرار الأوضاع حتى بداية العام الجديد على أقل تقدير وتحدث الخبير الاقتصادي عن الاحتياطية النقدية لمصر حيث أن ارتفاع الاحتياطية النقدية لمصر فوق 30 مليار دولار يدعم استقرار سعر الدولار وسياسات البنك المركزي بعد إجراء تحرير لسعر الصرف في الوقت الحالي وأضاف أن الاحتياطية النقدية من العملات الأجنبية ارتفع خلال شهر يونيو الماضي بنحو 146 مليون دولار ليبلغ مستوى 34.806 مليون دولار مقابل 34.660 مليون دولار في مايو السابق وتوقع وكيلة ريترز أن تتجه الحكومة لرفع قيمة دولار رسميا إلى ما يقرب 36 جنيه بنهاية 2024 ثم إلى نحو 39 جنيه بنهاية 2025 وذلك لم يطرق متغيرات اقتصادية تدفع الحكومة للإسراع في التعويم أو تساعد على استقرار الدولار بالسوق تحت هذه القيم وننتقل الآن مع حضراتكم جولة عن أسعار الذهب حيث ترجعت أسعار الذهب في السوق المحلي بمتوسط خمس بنيهات للجرام الواحد على مستوى جميع الأعيار الذهبية مقارنة بأسعار الذهب الجمعة الماضية وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا بيع 2446 أما شراء 2457 جنيه بينما سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2140 أما شراء 2150 وجاء السعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بيع 1834 أما شراء 1843 جنيه أما عيار 14 فسجل بيع 1427 أما شراء 1433 جنيه وبلغ عيار 12 للبيع 1223 أما شراء 1229 جنيه وشهدت أسعار الذهب للجنيه الذي يذن 8 جرامات من عيار 24 ترجعا قويا اليوم إلى نحو 17120 جنيه كأقل سعر في سوق الصاغة اليوم بعدما سجل قبل عدة أيام نحو 1820 جنيه بفارق نحو 900 جنيه أما كيلو الذهب فسجل بيع 2445 714 جنيه أما شراء 2457 143 جنيه وبلغت سعر بيع 62.76 أما شراء 76.417 جنيه وكانت قادرت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع الخميس الماضي على خلفية ضعف الدولار الأمريكية حيث استوعب المتداولون تعليقات متوازنة إلى حد ما من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد زيادة متوقعة على نطاق واسع في أسعار الفائدة وكانت قد انتشرت أنباء عن تراجع سعر الجنان بقيمة 300 جنيه على خلفية طرح الشهادات الدولارية الجديدة ونفى ذلك الدكتور نياجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب ووضح أنه لعلقة لشهادات دولارية بأسعار الذهب قائلا أن المعدن مرتبط برفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة وأسعار الذهب الحالية قريبة جدا من الأسعار العالمية وعن السعر المصنعية التي تضاف لسعر الجرام فهي يمكن احتسابها بكل سهولة حيث تسجل السعر المصنعية بين ستة إلى عشرة من مئة من سعر الجرام وقد تكون بين مئة ومئة وخمسين جنيها في بعض محلات أسعار أما بالنسبة للسبائك فأن حساب مصنعية السبائك يكون بداية من خمسة وثلاثين جنيها لكل جرام في حالة إذا زادت السبيك عن مئة جرام أما الأقل تعامل معاملة المصنعات في المصنعية بقرار جديد من وزير التموين وبدأ هذا القرار أما عن الذهب في البورصات العالمية استقرت أسعار الذهب قليلا من أدنى مستوياتها في إسفعين بعد أن تسببت بيانات اقتصادية أمريكية قوية في موجة بيع في جلسة الخميسة الماضية لكن الذهب أنهى الإسفوع على خسائر طفيفة نسبية وصعد الذهب في معاملات الفورية بنحو 0.7% مسجلا من ألف وتسعمائة وثماني وخمسين فاصل واحد وثمانين دولارا للأوقية لكنه أنهى الإسفوع على تراجع بنسبة 0.07% فضل مواصلة الفيدرالي الأمريكي والمركزية الأوروبية رفع أسعار الفائدة وتركها الخيارات مفتوحة لتنفيذ المزيد إذن مشاهدين هذه كانت مستجدات أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حيث استقرنا السعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الثلاثين من يونيو 2023 في معظم البنوك المصرية وكذلك سعر جرام الذهب حيث تراجع أسعار الذهب يصل إلى 900 جنيه مشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة